أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من أسرار على النار هاي الحلقة رح نحكي فيها عن كل الأدوات المطبخ اللي منحتاجها وكيف نستعملها تابعوني وخليكم معي من أهم الشغلات اللي لازم تكون بالمطبخ هي أكواب التوزين أو خلينا نسميهم المجرين كبس وكمان لازم نكون عنا معالي التوزين هدولي بخلو بالذات في الحلو بخلونا نعمل الحلو على أصوله وبمقادير متناسبة لازم يكون عنا عالقليلة الكوب والمص كوب والربوع كوب لأنه بيطلع منه الكيك في كل سهولة ولازم يكون عالقليلة ياص واحد وقالب واحد للشيز كيك لان هذا منعمل فيه شيز كيك وكنافه وحتي أكل فهذا لا غنى عنا وكمان لازم يكون عنا صونية ما بتلزع هاي الصونية عشان نعمل فيها الكوكيز وكمان عشان نعمل فيها طبيق وكمان نهم كتير اوالب الكوبكيكز بالموفن لانه مستعملهم كتير وهلسنا نعمل فيهم كل الحلويات اللي بتيجي شؤفة صغيرة زي الكنافة تورت زي التورت زي الأبل تورت اللي انتو بتحبوا بس هدول اساسيين للناس اللي بيحبوا يعملوا حلويات كمان هاي ضرورية كتير للناس اللي بتحب تعمل حلو زيها زي باي الأشياء اللي ذكرناها لانه هاي مهمة كتير نحط فيها العجين بنعمل فيها القطايف بنعمل فيها الكربس بنعمل فيها البانكيك بنعمل فيها كتير أشياء ومن الأشياء كمان نعمل هاي الكنافة الخشنة هاي ضرورية طبعا كتير الناس بتسأل عن المقاطع اللي بنقطع عليها القدرة واللحمة هلا لازم يكون عنا دايما مقطع خصوصي للخضار والفواكه ومقطع خصوصي لللحمة وكتير في ناس بتسأل إذا أنو أحسن البلاستيك ولا الخشب التينيا نمناح البلاستيك بتعقيمه أسهل والخشب بيعيش أكتر فالبلاستيك مرات بيصير عنا زي هيك شايفين كيف هذا صار عنا من السكينة هاي المسمات كلها بتكون معبية بكتيريا يفضل أول ما يصير هيك نحنا نتخلص منه ونفضل نجيب نوع بلاستيك الخشن الخميل مش لرفيع علشان برضو بعيش معنا أطول وبيعبي بكتيريا أقل وبعدين إذا نحنا منغير كتير يفضل يستعمل دايما الخشب وليما بيغير الواحد تقطيع كتير يفضل إنه يستعمل الخشب هلا المقالي كتير مهمين في عنا مقلة السنوبر وعنا مقلة البيض هدول الأساسين يكونوا موجودين وخاصة مقلة السنوبر واللوز لأنه مرات نعمل كمية كتير قليلة وما بدنا نحرق كمية كبيرة ونستعمل مقلة كبير وكمان عنا المقلة اللي بنسميه مقلة الإسكالوب ومنعنا مقلة اللي اسمه مقلة السمك هدول المقالي اللي بنستعملهم للطبخ اللي بطبخ صيني كتير لازم نجيب وك زي هذا إذا ما لقيتوا الوقت السوق تقدروا تجيبوا زي هذا المقلة هذا المقلة أنا بنصح فيه كتير بعمل فيه صيني بعمل فيه كمان ماكروني وبعمل فيه أكلاتي كتير هذا جدا مناسب وخصوصا لما نقلي زهرة ونقلي بتنجان هلا السكاكين مهمين كتير بس أهم من 3 سكاكين يكونوا عنا بالمطبخ وهي سكينة تقطيع أو تأشير الفواكه وسكينة للفرم هاي بتكون لفرم البصل والبقدونس وكل إشي مالح لازم يكون عنا وحدة لفرم الفواكه لحال وأي إشي حلو لأنه هاي اللي كصير فيها طعم وبتخرب لي طعم الفواكه فيفضل يكون عنا سكينتين كبار وسكينة وحدة للتقطيع أقل إشي طبعا يفضل يكون عنا سكاكين أكتر بس هدول الأساسيات في المطبخ هلأنا نحكي عن حافظات الطعام اللي بتكون محكمة الإغلاق زي هاي حافظات الطعام بيجوا بأشكال كتير في عنا بلاستيك وفي عنا كمان بيجي البلاستيك المقوة وفي عنا الإشياء اللي بتنكب ديسبوزبل وفي عنا الإشياء اللي بضلها بالبيت بس أنا بنصح كتير بتسألوني أنا بنصح إنه دايما نستعمل الأزاز خاصة إذا ما نحفظ إشي بالفريزر الأزاز ويكون محكمة الإغلاق خاصة إذا ما نخزن كعب ومعمول من فصل لفصل أو فواكه كمان من فصل لفصل بتكون هاي أفضل طريقة نستخدمها للتفريز في شغلات كتير لازم تكون موجودة بالمطبخ أكيد كل بيت فيه معالق خشب بس مش كل بيت بيخصص معلق خشب للبصل والتوم ومعلق خشب للحلو ما بيصير اللي مستعملها للبصل والتوم نخلط فيها الحلو زي المهلبية زي الرزب حليب لأنه التوم والبصل اللي يطعم جوا الحلو فلازم يكون أنه معالق اللي مستعملها للحلو مش نفسها اللي مستعملها للطبيق ونميز بناتهم يا بالطول يا باللون يا بالحجم وأو بالجرار إنتوا تحطوه اللي بتستعملوها للحلو بجرار واللي بتستعملوها للمالح بجرار تاني ولازم يكون فيه كل بيت سباتشولة سباتشولة للمالح كمان ووحدة للحلو أو منسميهم جلد هذو لازم نتأكد أنهم محرريين وما بدوبوا لما نستعملهم على الغاز وكمان احنا نستعمل تبعة الحلو ومن غيرها ما بنقدر لأنه هي اللي منزل فيها من صحن الخلطة مثلاً للكوب كيك أو للكيك أو للكيك أو لشيز كيك هاي ما في غناء عنها وبرجع بقولكم هاي المادة كمان بتشرب طعم فلازم يكون عندنا واحدة للمالح وواحدة للحلو وكمان لازم يكون عندنا ندقة اللحمة هذا الشاكوش هذا الشاكوش زي ما أنتم شايفين من هون هذا بنعم اللحمة وبيخليها تصير رفيعة ولازم نتأكد أنه هاي المسمات دايما ننضيفة قبل ما نستعملها لأنها بتعبي بكتيريا وبتكون ضر لازم ننضيفها بفرشاي ونتأكد أنها منيحة ونتأكد أنه نوع الشاكوش نوع جيد وممتاز وبيزغر لنا حجم اللحمة وكمان لازم يكون عندنا ملقط هذا الملقط كمان نتأكد أنه ما بدوب لأنه احنا بنستعمله بالقليب والتقليب وكتير بيساعدك أنك تقلبي من غير ما يخرب شكل الإشي اللي عم بتقلبي مجدد لما تقلبي بالشوكة وكمان ضروري يكون عندنا أشارة اللي هي منأشر فيها الفواكه ومنأشر فيها الخضار ولازم يكون نوحة منيح ونتأكد أنه قواعدها ثابتة ونوحة جيد علشان تلكسر بسرعة مع كتر الاستعمال حافظات الطعام أنواع كتيرة في منها البلاستيك اللي بنكب اللي هو ديسبوزبل وفي منها البلاستيك المقوى وفي منها الأزاز والأزاز هذا عدتاً بيجي بيكون محكم الإغلاق زي ما أنتوا شايفين أنا بنصح دايماً أنه نفرز وخاصة لكعكل معمول إذا ننفرز كوكيز إذا بننفرز خضار بنصح أنه نستعمل الأزاز المحكم الإغلاق عشان يعيش عندنا مدة أطول وما يتغير طعمه بالديسبوزبل ما بنصح نفرز أبداً وبهدول اللي هم البلاستيك مقوى ممكن التفريز بس بفضل أنه نحط المادة اللي بننفرزها بكيز نايلون ونحطها جوه بعدين نسكر ونفرزها وضروري نحط طريق عشان ما ننسى إمتى فرزنا هاي المادة